إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة أو لم تسموه بالنعت الحقيقي بل سميتموه بالنعت النعت الحقيقي هو نفسه النعت الذي درستموه في السنة الخامسة لكن في السنة الأولى متوسط سميتموه بالنعت الحقيقي حتى تفرق بينه وبين النعت السبب الذي سوف يكون له درس معنا إن شاء الله تعالى في غد أو بعد غد إذن على بركة الله مع درس النعت مع هذه الأمثلة المثال الأول أنت رجل كريم أنت مبتدأ أنت ضمير مفاصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ ورجل خبر إذن ما فائدة كريم كريم هنا هي صفة صفة للرجل الرجل هو الموصوف أو المنعود وكريم هي الصفة أو هي النعت هل يمكن الاستغناء عنها؟ نعم يمكن أن نقول أنت رجل والجملة تامة المبتدأ وخبر إذن ماذا أضفنا كلمة كريم؟ بسبب أنها نعت أنها صفة أي عنصر غير أساسي يمكن أن أسغناء عنها لكن سبب وجودها هنا أنها تبين لنا صفة موجودة في هذا الرجل المثال الثاني الموظفان الجديدان نزيهان إذن لاحظ معي كلمة الموظفان هي مبتدأ مرفوعة على مترفعي الألف لأنه مثنى الجديدان صفة للمثنى نسميها صفة أو نعت نزيهان خبر للموظفان يمكن استغناء عن كلمة الجديدان نعم فالموظفان مبتدأ ونزيهان خبره إذن ما فائدة كلمة الجديدان؟ فائدتها في الجملة أنها بيّنت لنا صفة موجودة في هذين الموظفين وهي أنهما جديدان يمكن الاستغناء عنها لأنه عنصر غير أساسي أنه أصحاب القواعد يسمون النعت يسمونه بالفضلة أي أنه عنصر غير أساسي في الجملة ليس مثل المبتدأ والخبر أو الفعل والفعل والفاعل المثال الثالث سألت الله توبة خالصة إذن توبة مفعول به ثاني طبعا سألت من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ ولا خبر المفعول الأول هنا هو لفظ الجلالة الله والمفعول الثاني مفعول به ثاني وتوبة أما لفظة خالصة فهي لفظة هي نعت أو صفة لتوبة فتوبة هي الموصوف أو المنعوت وخالصة هي الصفة والمنصوبة الأمر نفسه بالنسبة للمثال الرابع إن البنات إن حرف نصب وتوكل البنات اسمنا منصوبة على متنصبه الكثرة لأنه جمع مؤنث سالم المؤدبات صفة أو نعت للبنات البنات التي هي طبعا بعد أن اسم إن فهي موصوف أو منعوت إذن كما تلاحظون فإن النعت اسم يأتي النعت أو الصفة طبعا يأتي اسم يأتي بعد اسم سبقه ليبين صفة فيه طبعا ونحن حتى في اللغة العامية نستعمل النعت فإذا سألك أحدهم عن شخص ما وأنت لم تعرف فيبدأ في نعته فيقول لك فلان ذلك الطويل أو ذلك الأصمر أو ذلك الأبيض أو ذلك القصير أو ذلك الذي يدرس فيه كذا وهكذا فأنت تنعت أي تبين الصفات الموجودة في ذلك الشخص أو في ذلك الشيء أو الإنسان أو الحيوان أو غير ذلك نلاحظ أن كلمة رجل هي مفرد هنا وكريم مفرد الجديدان مثنى ونزيهان مثنى المؤدبات جمع والبنهجم ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن النعت هنا أو الصفة تبعت منعوتها أي الاسم الذي قبلها قبله تبعته في ماذا؟ في النكرة وفي المعرفة عفوا تبعته في الإفراد وفي المثنى إذن فرجل المفرد كريم مفرد الجديدان أو الموظفان مثنى الجديدان مثنى إذن النعت أو الصفة تتبع منعوتها في العددي بمعنى في الإفراد والتثنية والجمع أيضا لاحظ كلمة رجل هي نكرة كلمة كريم نكرة إذن الصفة تتبعت موصفها في النكرة الموظفان معرفة الجديدان جاءت معرفة إذن تبعت الصفة هنا الموصف في عقوا تبعته في النكرة تبعته في النكرة هنا وفي التعريف في المثال الثاني أيضا الأمر نفسه بالنسبة للمثال الرابع البنات معرفة المؤدبات معرفة إذن نلاحظ أن الصفة تبعت موصفها أولا في العدد كما أشرنا وثانيا تبعت موصفها من حيث التعريف والتنكير أيضا تتبع الصفة الموصف من حيث العدد ومن قلنا العدد والتذكير والتأنيف والتعريف من حيث الإعراب فرجل هنا خبر مرفوع علامة الرفعي ضمة الظاهرة على آخره وكريم أيضا صفة مرفوعة تبعت موصفها في الإعراب الموظف هنا علامة الرفعي هي الألف لأنه مثنى علامة الرفعي في الصفة هي الألف هنا أيضا هنا علامة النصب هي الكسرة لأنه جمعه السالم إذن هنا أيضا علامة النصب في الصفة هي الكسرة إذن تتبع الصفة الموصف يعني النعت يتبع المنعود في أربعة أشياء سوف نتعرف عليها في هذا الاستنتاج إذن النعت الحقيقي اسم يبين صفة في اسم سبقه يسمى المنعود يتبع النعت منعوده في أربعة أوجه يتبع في الإعراب من حيث الحركات يعني إذا كان الموصوف مرفوعا تكون الصفة مرفوعة وهكذا مع بقية الحركات يتبع في العدد إذا كان الموصوف مفردا تكون الصفة مفردة وإذا كان الموصوف مثنى أو جمع تكون الصفة كذلك يتبع أيضا في التعريف والتنكير فالصفة تتبع موصوفها إذا كان ناكرة وتتبع أيضا إذا كان معرفة وفي الأخير تتبع الصفة الموصوف أو النعت المنعود في التذكير والتأنيث بالنسبة لملاحظة أخيرة يسمى النعتو صفة والمنعوت يسمى موصفا هذا كل شيء بالنسبة لهذا الدرس إذا كان هناك دروس أو ملاحظات تريدون أن أتكلم فيها بالنسبة لجميع السنوات في الابتداء أو في المتوسط فلا بأس بأن تذكروا ذلك في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة